زي ما قلنا كده قالوا اطلعوا من البلد حتى هنا في مالك وكتابة قبل بداية كسر الامام الافريقية والناس بتتأهب عشان تشوف منتخب مصر هيعمل ازاي استعداداته مشت ازاي نتائجه في المباراة الودية هتبقى عاملة ازاي كانت المسألة وقتها فجأة مصورة الاعلانات ضربت فجأة لعيبة المنتخب كلهم في اعلانات راقصة لانا قلت لك كان مش مرتاح من الاعلانات المشكلة اتفجرت دلوقتي باعلان مش عايزة وصفه لانه موسيقى جدا 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 وهنوقف عنده لكن علشان نقول لكم المهندس عدل القيعي بخبرته وبحكمته وبرؤيته كان منزعج من الاعلانات من قبل ما تنفجر المشكلة نفكركم بيها واللي قاله المهندس عدلي هنا في مالك وكتابة قبل البطولة ما تبدأ عادي اطلب منه الطالب بقى استاذ غريب مش نصيحة بقى لو تقدروا لو تقدروا تستغلوا عن موبايلاتكم خلال البطولة يبقى كاتر خيركم يعني اتكلم مكلمتك وقفل الموبايل مالكش دعب السوشيال ميديا مالكش دعب الاعلام مالكش دعب حاجة ركز بلاش عشان انا منزعج جدا من حجم الاعلانات اللي اللي عايب اشترك اتصورت في الاعلانات دي بقى انهم شهرين بيغنوا بيهياسوا لا كلام بتاع كاس العالم ده مش عايزين من مرة دي بصوا احنا فعلا بنكرر اخطأنا بانتياز لا لا بقيرة ومن الجهل ومن العبس ومن الفوضى ومن التهريج انك تقدم نفس المعطيات وتنتظر نتاج مختلفة انت مقدم نفس المعطيات عشان نفس الافراد هما المسؤولين اه نفسهم المسؤولين عن مناخ كأس العالم هما القدوك المراضي نفس بنفس الانفلات طب لما قلنا فيه الموبايلات كان الواحد عايزي داي اللعيبة ولا ان تحسبا ان اللعيب ما يقضيش مع الموبايل اللي هو انفضرت مشاكل كل المشاكل بتاعة المنتخب ابتدت برسائل على الموبايلات صح ولا غلط صحيح عايز بس عشان استكمالا لما سبق الاهلي جالوا جواب من الاتحاد المصري او من الاتحاد الافريقي عن طريق الاتحاد المصري انه حيتم السماح للاندية بقيد لعيبتها في هذا الموعد اللي هو بعد ال 29 لغاية 31 بدون غرامة وبالسماح ليهم بالمشاركة في الادوار الاولى ودي نقطة المشاركة في الادوار الاولى مسألة مهمة جدا اذا مش حيبة فيه غرامة من 29 لـ 31 هتسجل محلي وتسجل قري لكن النقطة التانية دي مهمة جدا دي نقطة مهمة جدا لعبتي انا من اول مباراة معي لعبتي اه وده تحرك الناد الاهلي لانه الاهلي لو ما كانش اللي تحرك وبعد للاتحاد المصري حدد له الثلاث طلبات محدش كان سائل فحد كان حينطبق عليك ما ينطبق على جميع الاندية يلا يلا يعني انتأتي متأخرا خير من قلة تات يعني جزء كبير من مشكلة تحلة بس مش مش المشكلة ما كان ينبغي ان تكون موجودة طيب قبل البطولة ليلة البطولة الفيديو اللي انتو شفتو ده كان ليلة البطولة طيب هالأزمة اللي انفجرت في أزمة التحرش والقولة كانت عبر الموبايلات لو كنا سمعنا ان احنا نركز والناس تبعد عن موبايلاتها ما كانش حصلت الأزمة الكبيرة بعد كده الإعلانات ومن يومين يطلع إعلان اللعيبة ست لعيبة بتعتذر وبتعتذر بشكل غير لايق وبتعتذر اعتذار مدفوع التمن تخيلوا انه يبقى الاعتذار مصحوبا بإعلان التجارة والاستثمار يا حبيبي انت قلت في البداية ما هو ليه متخب التجارة والاستثمار الإعلان الإعلان الفج السخيف ها اللي ظهر حاجة من اتنين يا هو تعمل بعد الخروج وده تعمل إمتى في 24 ساعة يعني وأصبحت مسرحية دمات إيه لو تعمل بعد الخروج مسرحية سقيلة الدم مش مقبول اعتذاركو يا أخي كان مقبول من القول ما تغلطوش تركزوا زي الناس كلها اللي مركزة مع فرقها إيه اللي انتو انتو اللي عجبة لا سمعنا على الانفلات في أي ملعب اتنين اتخنوا قادي كل البطولة في اتنين في فرقة تانية اتخنوا على الحلقة والبتاع حادثة فردية وتم ترحيل اللعب لكن انفلات تحت سمع الإدارة وبالضغط على الإدارة وتجبرها إنها ما تعاقبش الناس نتيجة التصرف الغير مقبول والغير لائق من كابتن الفريق إنه يروح يجيب جون فيروح للمدرجات يعيرها ويبرق لها قال له مرفوض مش عارف إيه وكل ما يجيب جون هو وكابتن صلاح لكنه بيمنوا علينا حاجة غريبة جدا يعني يعني مش تحمد ربنا إنك في متخب مصر لا بنسبة صلاح لا هو معتبر إنه هو رجل كتر خير إنه بيجي يلعب بإسمه مصر ومقبول منك أسئيدي في اللي إنت فيه إنك إنت تبقى عندك شيء شوية منك بس إنت ما كنتش كده إرجع صلاح لطبيعتك عشان تقدر ترجع لتفوقك أنا خايف عليك في الفترة الجاية لكن المحمدي ده بالنسبة لي مفاجأة غير سعيدة لإن أنا كنت بقول بقى دي بطولة المحمدي كل مرة بيجي ما عندوش فرصة يلعب كان بيلعب عليه المحلين بتوعنا كابتن أحمد فتحي وكابتن هاني وبيجيبوا بطولات هو بيجيبوا بطولات لكن هو أول مرة بقى كابتن وما عندوش حد هيلعب هيلعب فكان ينبغي يقدم لنا نفسه بقى كأكبر خبرة احترافية موجودة في المنتخب هو هدم واحد لكن إنك تاشف إنك أنت بالصورة دي في التحمل المسؤولية لكن كمان يطلع إعلان الاعتذار أنا قلت لك عايزة رجع لها يا إما عملتوا بعد الماتش فاعتذار بخيد لكن طبعا بالشكل ده هو اتعمل قبل الماتش إذن أنت من قبل الماتش جاي تهجس علي حاطت كل الاعتبارات لو كسبنا حنعمل كده شمس وخمس واخد بالك طب لو خسرنا لا إحنا جاهزين برضو إحنا معلمين إحنا جاهزين برضو لمؤذة وإحنا متأسفين شوفها مش منس عشان نقطع مش مش هادق إنكم عشان نقطع المسألة هذا الإعلان تم تسجيله قبل البطولة طبعا بس طبعا وكلام رسمي من داخل الجهاز هذا الإعلان تم تسجيله قبل المعسكر مش داخل المعسكر عملو ببلاش ولا بفلوس طيب أنا سألك سؤال لا طبعا بفلوس بفلوس إذا أنت طالع تعتذر لمصر قبل البطولة أنك ناوي تخسر وتقبض أقول أنت بتقبض على الجنازة اللي هو وقف تعز فيها آه يعني هو وقف تعز بفلوس إيه يا أخي إيه دا إيه جرأة إلى دركة الوقاحة يا أخي الوحيد ما بياش عارف يجمل الكلام إيه دا اللي إحنا فيه دا أنا عايز أقول لكم على حاجة إحنا لازم نعرف اللي حصل لأنه دي مسألة مش هتخلص وموضوع لازم الدروس نتعلمها منه كويس قوي ألم اللعيبة قبل البطولة أقول لهم لحو تخسره هتقولوا متأسفين أنا أجيب ست لعيبة ست لعيبة يعتذروا مقدما عن حاجة أنا هقرر لكم بينها وبين مدرب غانا مدرب غانا حسب معرفته هو بيلعب في الإسماعيلية شوفوا المدرب لما يبقى مسؤول عن أنه يحط لعيبته قدام خيار واحد وهو الفوز راحين يلعبوا في السويس فلو كذبوا يستمروا في مدينة الإسماعيلية لو اتعدلوا ينتقلوا للإسكندرية فقال للعيبة سيبوا الشنط في القوض مش هناخد الشنط معنا لا دا احنا عايزين نعمل تشيك قوت رئيس الباسة قال له احنا لازم نعمل إخلاء للقوض لأنه هنسيب الفندق لو تعديلنا هنسافر على إسكندرية ومحجز لنا في إسكندرية فقال له لا احنا هنتحمل يوم زيادة في الفندق هسيب الشنط في الفندق وهقول اللعيبة لازم هنرجع تاني هنا مش بس حبا في الإسماعيلية ولكن حبا في الفوز إنه ما يبقاش قدامهم إلا خيار واحد الحاجة الوحيدة اللي تستبقيك في الإسماعيلية هو أن أنت تكسب فما تاخدوش شنطك معاكم عشان أنا مش قابل منكم إلا المكسب لا دا أنت باش تاخد شنطك دا أنت بتعمل إعلان تعتذر شوف النصب بصوا دا وده شوف النصب إنك إنت قبل ما تخسر دوم تطلع لو خسرت هتعمل إيه حقول إيه وقبض كام والنظير إن أنا أنصب على المتخب المصري نصب إنه نقب في الجنازة دا وقب في الجنازة يعزب الجنازة لا إبراهيم هذه هي عملية نصب ملهاش تسمية تانية أنا رايح ألعب بإسمه مصر فبعمل اتنين سينادي ولو كسبت حرقص وشقمس ولو خسرت هعتذر وفي الحالتين أنا قابض هنا وقابض هنا ويقوم المسؤولين عن منتخب مصر يسمحوا بهذه المسخرة أنا أبعث لعيبي قبل المباراة يعمل إعلان إنه هيخسر ويعتذر مجاهز نفسه إنه مش فرق معاه إزاك كلام ده على فكرة أنا ما شفتش الإعلان بس شفت الصور بتاعته شفت حتى مش من زهولي مش حافظ من السيطة العيبة بس تريزي جيه وأحمد حسن كوكا يخسارة وإه علاء محمود علاء آه وإه المحمدي ودنجة الله وطرق حمد أخسارة أخسارة فيهم ناس أتمنى ما يكونوش مجددين وكل واحد ويف قال إحنا كان ممكن نقولكو عذار كان ممكن نقولكو التحكيم كان ممكن نقولكو حاجات تاريخية على زي قبل كده لكن لا مش هنقولكو فيه أكتر من كده اه احتقار وعدم احترام للجماهير باعتذر لها مسبقا إن أنا لما اخسر بفلوس لا باعتذر واخد فلوس إن أنا حاخسر وادحك عليكو إزاي ولعيبة ولعيبة فيهم على القل على القل فيهم وثنين بحبوه وعلى القل فيه اتنين عملوا اللي عليهم في البطولة دي تريزي جي وطريق حمد ولو إن تريزي جي كان فردي جدا في المطش الأخرى با خلاص اللي جون دخلت في فردية يعني ناو كل واحد يلا نفسي ألحق شوف أنا راح فين اه فمين مين اللي عنده الكفاءة إن يلم الفرقة دي كده ولا حد لا جهاز فني و طعلي لما لما أستاذ إبراهيم يبقى الاختيارات يلمح أن وكلاء اللاعبين كان لهم دور كبير اه دي القضية التانية لأنه ده مش منتخب حد ده منتخب مصر ايه ده لما يتقل إن الوكيل بتاع أجيري هو المتحكم المباشر في اختيارات اللعيبة ويدم لعيبة وسيل جادو ده يطلع ويملك هو وسيل جادو 14 توكيل للاعبين هم ووكل 14 لاعب تم فرضهم واللي يتقل إنه عشان كهرباء ورمضان صبحي وسولية وعبدالله جمعة مرضوش يمضو رفضوا يمضو لهذا الوكيل فيتحرموا من منتخب مصر لا لا وعلشان يتقل إنه نادي بيرامدس هياخد هو أعلى نسبة تمثيل في المنتخب علشان الوكيل يروح يبقى مدير النادي بعد كده لا لا ده منتخب مصر يا جماعة ده منتخب مصر في بطولة في مصر هو الاتحاد ده كان يعني يستقال أو يتقدم استقالة أو يتحسبه أو يتحكمه هو اللي حصل ده أوليل ما بنتعلمش خالص في روسيا كانت فوضى للقاءات التلفزيونية والفيديوهات والقوض وهنا مهزلت طلعوا ناس الوضع الإعلانات والاختيارات المبرمجة المتفق عليها مدفوعة التمن مقدما أحرم منتخب مصر في بطولة زي دي من لعيبة زي رمضان صبح وزي كهرباء وزي عبدالله جمعة وزي صالح جمعة وزي السلية لعيبة بهذه الكفاءة وأخذ لعيبة لا لعبتها ولا أشرفتها ولا استعانت بيها هذه أسماء دي بنقولها سبير المسال لأنك لما تفكر ستلاقي هاني يستحقه ومحمد أحمد فاتح يستحق وهتلاقي لعبة تانية تستحق يعني أنت تسيب تسيب كهرباء وعمر السلية وتاخد علي غزال ولما تدي له عشر دقائق تكتشف أنه ضيع تروح مخبيه بسرعة لا ده أنت أنا عايز أعرف إيه ده فقا علي غزال جه كم معشكر ولعب كم دقيقة كل معشكرات موجود لأسباب تسوقية والتشهيلات وغيره من اللاعبين لأنه لما تكون القايمة فيها فقر شديد يعني هو علي غزال من الجنب لأنه الرجل حتى ما لعبش لما تيجي تلاقي أنك أنت في عز ما أنت متأزم دكتك فقيرة جدا ما أنت شعرف سعمل التغيير ما عندكش حد ليه لأ أنت أنت اللي عملت كده أنت اللي عملت كده وأنا عايز أسأل سؤال الاتحاد من الطبيعي يقولك ما أنا جايب مدرب أجنبي هو اللي بيختار ما قدرش تدخل في اختياراتك لأ يا راجل لأ لأ تعالي حلل لكل واحد اختار اللي أنت عايزه بس أما أحط لك أقولك أنت هتجيب علي غزال على حساب السلية نقارن أداء لاتنين واحد ما بيلعبش حتى في رقيته هناك في أمريكا ولا هو مش عارف فيد وبعدين أصلا اتقال إنه كابتن شوبير وكابتن حازم إمام طلبوا يعودوا مع الخواجأ أول ما أعلن للقايمة وقعدوا معاه ده كلام سمعته من مداخلة لكابتن أحمد شوبير وبعدين مع عمر قديم لما قعدوا معاه قعدوا معاه وقالوا له تحفظات وسألوه على أسماء بعينها ما مضمهاش تقريبا كان عبدالله جمعة ورمضان وكهرباء أكتر الأسماء اللي كان عليها توافق هم دول اللي ما فيش خلاف عليهم وكان حد يا أحمد فتحي يا هاني في البكراي في البكراي كان لازم واحد منه أه واخد بالك لكن التلاتة اللي فاتوا دول مش عايزين منقشة أه فالراجل ما اقتنعش طب هل طب انت مش فيه مدير فن في الاتحاد وانت في خط الوسط ما كنتش محتاج للسولية إزاي مش محتاج له بس يعني ما أخنعهمش لأ وبعدين خلاص إذا كنت بقول لك أنا فخور طلع أنا فخور بالاشتراك أنا سمعته في المؤتمر بتاعه أنا فخطوق لما سؤل هذا السؤال قال لهم أنا فخور باختياراتي فخور باختياراتي الحقيقة وفخور طبعا ويعني غرمان حاجة حياخد الشرط الجزائي يتكل على يا جماعة حالة الغرور اللي كنا فيها تعمل كده أه أحسن ما في كل كوركبو والتبريق للجمهور كان ماشى بالطريقة دي ماشى تسخيف جدا ماشى تسخيف ومفكركم أنه الجيل المحترم الجيل المحترم اللي قبل كده ما فازش بالبطولات اللي فاز بها إلا لأنه كان عنده قدر من التواضع عالي جدا استرجعوا فريق حسن شحاتة والإنجازاته الكبيرة إزاي كان عندهم هذا التواضع اتفرجوا على سادي ومانيه في اللقطة الرائعة جدا وهو نجم النجوم والنجم العالمي مع السنغال شوفوا هنا قبل المباراة موط بيربط الجزمة بتاعت واحد من الولاد بتوع الملاعب شوفوا كلام سادي ومانيه مثلا فيه تصريحات له وهو بيتكلم على بلده وعلى الناس وعلى ثقافتهم وعلى مساعدتهم ليه وعلى حرصه على إنه يساعد شوفوا المحمدي هو بيبرق للجمهور علشان تدخل لرفع الإيقاف عن عمر وردة والناس ما عجبهاش فلما جاب الجن لو فيه لا توريكه هو بصص للجمهور نظرة استعلاء غير طبيعية لا ده مش منتخب مصر ولا دي روح الرياضة كل مدربين الفرق الكبيرة لما تسمع مدرب نيجيري يقولك عايزين نكمل بشرط نظل على قدر من التواضع نفضل متواضعين يا أخي والله يقوله كله جان جاي مركز اللي احنا كله شايف إن البطولة دي الأهم والأخطر والأعظم إيه اللي احنا إحنا عايشين في البلد ما شفناش الاهتمام الدولة رئيس الدولة جالكو قابلكو بدل ما تاخدوا المعنى اللي خليكو التحفيزي التحفيزي تاخدوا المعنى الغروري والاستعلاقي إن أنتم مهمين لدرجة رئيس الدولة جالكو يعني تنزلوا وتتعاملوا مع الناس بالطريقة دي ومع التحادكو بالطريقة دي ومع الإدارة بتاعتكو بالطريقة دي والدفع عن خطأ واضح فادح مش علشان التحرش يعني والكلام ده رغم خطأه لكن فداحة الخطأ إنك إنت قاعد بتلعب زي العيال الصغيرة في وقت يستحق التركيز وصهران مع تليفونك وقلام اللعيب عليك ساد يومانين اللي انت بتدي به مثل ده قال حاجة توراته في ليفربوت قال كنت يعني أنا مستعدة أستبدل اللقب ده باللقب الإفريقي لجل بلدي لجل بلدي يعني شوف بطل أوروبا قال لهم لا لو حططول اللقبين لا أنا الأهم ما أكسب مع بلدي وما أكسبش إيه ده الله منك لله يا أجيري خليت حتى كوبر يعلم عليك نشوفه ده كوبر بقى بطل بسبب رأيك مهم جدا لينا في خروج منتخبنا أولاً لها مسؤولية كبيرة في البداية أود أن أقول أننا نشعر كلنا بالصدمة لما حدث مع المنتخب القومة فهي موقف غير متوقع بالمرة أنا أتذكر في الحلقات الأولى لهذا البرنامج أنني قلت أن هناك توقعات أكثر من اللازم وأحياناً ليس يكون هذا من الجيد لأننا نتدرك بعض الأشياء أو بعض الخطوات التي يجب أن نخطوها فأنا نتوقع أننا يجب أن نكون في النهائي وأنا آسف جداً لأنه كان في مصر مناخ عام جيد جداً لهذه سأحاول أن أكون مختصر جداً أقول أيضاً وهذا ما قلته في لحظاتها أننا لم نكن نلعب بشكل جيد لكننا كسبنا المباراة المباراة وما كنت أن أتوقعه أنني كنت أتمنى أن يتطور أداء المنتخب حتى ولو بنسبة 15% لأن الفريق لم يكن متلاحم وكان هناك الكثير من الشكوك حول الأداء فكانت هناك فرص للتسديد على المرمى وهذا كان نتيجة للدفاع الشرس الذي أراد المدرب أن يعطيه للمنتخب لكن يجب أن نعرف أننا ممكن أن نخسر الكرة وأن يسدد الفريق الخصم أهداف ضدنا أظن أن هذه النسبة 15% لم تحدث لم تتطور وهذا كان واحد من الأسباب الرئيسية للخروج أكرر مرة أخرى الفريق كان يهاجم بشكل قوي بشكل عنيف لكن الكرة كانت أكبر من المنتخب خاصة عندما لعبت مع جنوب أفريقيا شوف الكلام اللي تقل بعد الماتش من ناحية الفنية هو المخاوف اللي تقلت قبل الماتش يعني كل المخاوف اللي تقلت قبل الماتش والملاحظات والسلبيات هي عبارة عن ما تحقق في الملعب وما رصده الخبراء ومنو جوسي قال كده واكتر المنتخب لم يكن مؤهلا بالمرة كانت زي ما قلنا مسألة وقت كانش ده يمكن ربنا رحمنا من إحنا نلاقي فريق بحجم ناجيريا طيب ده رأي كوبر رأي بقى صاحب الإنجازات الكبيرة مع المنتخب في البطولة دي نفسها الكابتن حسن شحاتة أعتقد مهم نعرف رأيه كانيه لو حضرتك المدير الفاني المنتخب كان كام لاعب من اللي بيلعبه يبقوا مع حضرتك صراحة كتير أربعة خمسة أربعة خمسة؟ أيوة كتير أربعة خمسة دي ما فيهم من الاحتياطي كمان كمان؟ أيوة أن الدول ما بتلعبش بروح ما بتلعبش بوطنية الوطنية يا سيد أحمد عملت فينا حاجات في ستة وثمانية أو عشرة وقیرت حاجات كتيرة وكملت حاجات كتيرة جدا لللعيبة أنك بتلعب باسم بلدك باسم مصر وبعدين ربنا بصراحة ربنا كرمني أن أنا كان معايا مجموعة يعني ما أظنش أنها هتيجي في أي وقت من الأوات يعني ما أظنش أنها هتيجي في أي وقت من الأوات معاك زدان معاك أبو تريكا معاك بركات أنا ما كنتش أهل وكلهم محليين كلهم لعيبة محليين الحضري طبعا حصل عبد ربه أحمد حسن العالمي طبعا وقل جمعة وقل جمعة وأحمد فتحي يعني لا 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 كتير لا كتير أنا كان معايا في الثلاث سنين سيد معوّب بالضبط ثلاث سنين أه ومحمد شوقي شوقي وغيره وغيره صحيح نروحك بس عشان ما ننساش حد معايا اتنين واربعين العيب وعمد متعب خلال ست سنوات وعمد متعب وكلم ده وعمر الزاكي واحجازي كمان كان موجود وميده وميده كلام ده كله يعني انا بقول لحضرك خلال الست سنوات بالتلات بطولات انا كان معايا اتنين واربعين لعيد من اسوان لغاية مارسي مطروح انا ببشكرش في نفسي لكن اللي يمسك منتخب مصر لازم يتعب و لازم يشتغل و لازم يروح و لازم يدور عشان يبقى عندنا منتخب والله كابتن عزل شحاتة يعني الناس فقدت خلاص يعني اتحفوزها يعني كابتن عزل شحاتة وهيلتن كوبر الاثنين مدربين سابقين قد كانوا في لحظة ما لو اداءت معقول كان ممكن يستشعروا الحرج وهم طول البطولة مستشعرين الحرج زيهم زينا كلم حسوبية والمجملات والكامل فارغ ده ليه يعني ليه ليه منتخب مصري يتسابل الوكلة وتستبصرة ليه ليه عشان ايه ليه عشان ايه لان اه اقول لك ايه بس الالتجارة والاستصمار ياريت نكون تعلمنا لانه الدرس كان صعب قوي صعب جدا ساذ ابراهيم يعني ايه ياريت كنا تعلمنا ما تعلمناش ليه من كاس العالم لانه عادة من غير حساب ده اللي حصل في كاس العالم والله كارثة بكل المقييس تطلع الفرق الابل الاخيرة بعديك بانما اتحاد الكورة تلقى خطاب الاتحاد الافريقي بشأن القيد لسه ما بعتوش للاهل او للبقية الاندية لكنه حل جزء كبير من الازمة في خصوص القيد بدون غرامة وبالسماع للملعبة بالمشاركة في الادوار الاولى تمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في الحادية عشر مسائل الثاني القادم ان شاء الله اسمع الله خير اشتركوا في القناة